اشتركوا في القناة 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 صحيح يعني جاب له كل لعبة مصر لا اشتركوا في القناة 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 بس دي تنفى مع نادي الاهلي يعني انا انا كامل احترام من رأيك بس ده ممكن يبقى في انديه النادي الاهلي ما عندوش وقت او رفاهية الوقت انه يجرب لا اصلا هي مش تجربة هو في الاول في الاخر الرجل اشتغل في حدد ويمكن برضه انت شايفه وينجح مع نادي الاهلي؟ والله يعني التجربة لازم الناس تزبر عليها يعني لازم الناس تدي له انا انا مش مع التغيير كتير والانديه المصرية الوقت تعودت يعني الاول كان بيبقى التغيير ده موسمي دلوقتي ممكن في الموسم مراتين ثلاثة وعندية كبيرة زي الاهل والزمالك او الزمالك والاهلي بتغير في اوقات يمكن الزمالك السنة اللي فاتت كان اكسبشن او حاجة مختلفة اكسبشن او حاجة مختلفة رغم اختلاف التدار مع المدارك مستر جروس يمكن قاعد فترة كبيرة ويمكن الموسم كله الحد ما عاده انتهى ودي كانت بالنسبة لنا برضو كانت حاجة كويسة بالنسبة لنات الزمالك عشان كده حققنا بطولة كونفدرالية حققنا السوبر المصر السعودي وكنا على واشك ان احنا نحاق الدور ان عقد الراجل خلص في وقت معايا واضطر مستشار مرتضى ان هو اخذ القرار ان هو خلاص مش هيجدد له فالناس حسبت ان هو مشي ان هو اللي مشي انما هو الراجل بالفعل عقده كان انتهى رسمي وما كانش في النية ان هو يتجدد له يعني انت قدتنا لكاس مصر بس انا قابل وروح لكاس مصر برضو عايز معلومة عندي كده في كواليس محد استمعني يعني ما هو مداري ابن الاهل ده تعرض على ناد الزمالك انا عرفش ان اسمعي لا دي حقيقة اه انا عند المعلومة المعلومة مستغلاق اه 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 الرقم كان كبير بالنسبة للذ مالك على الرغم ان هو على الرغم ان هو خده في الناد الاهلي ادة الرقم ده مرتين باليورو بالدولار بقى هو باليورو يعني لازم اخش واجب تفاصيل ما انا ساكن لا لا هو بالفعل يعني جيب رقم كبير جدا جدا هو فعلا تعرض على الناتزة مالك كان يمكن نمرأ خمسة في الأسماء اللي كانت معروضة على الناتزة مالك كان نمرأ واحد ميتشو قبل بعد دياز وبعد أعتقد كان نمرأ واحد دياز معروض على الناتزة مالك ووصل لحد 2 مليون دولار وبعد كده كان ميتشو وبعد كده الراجل اللي هو السيربي التاني اللي هو اشتغل في الكاني السهيوني وبعد كده لأ فريرا كان قبل بس فريرا لظروفه أنا أعتقد كانت الظروف بالنسبة له صعبة وكان نمرأ خمسة في الأسماء هو المدرب إذا نكمل المعلومة هنا رفض نادي الزمالك مش على تقييم الفن للمدرب ده كان على تقييم المادي الاتنين الاتنين خلينا نروح لجهز مصر أنا كده كده بقالي بتاع 3-4 تيام يعني واخد حق 3-3 من جمهور النادي الآلي بسبب بعض التصريحات وأنا على فكرة يعني نفسي الناس تفهم حاجة أنا مش هتطلع كلمة من بقي إن لما يكون موصف منها 100% يعني لما بقول حد بحجم الكابت انطاري السايد مش هيقول الألام كده وخلاص لا الناس مثلا إيه جمهور الأهلي زيه لكله إن أنا قلت إن إن أهلي فوضني وإنا رفضت يعني مش فوضني بس وطلع تصريح من من اسم كبير جدا في النادي الأهلي في فترة ما أنا بلعب كمان هو المدرب العام مع جوزه وقال إن إحنا خلصنا بالفعل مع الععيب كبير من ناتزة مالك في تصريح رسمي عشان بس الناس اللي هي أنا يعني ما بحبش أرد على السوشيال ميديا كتير إنما في الإعلام هرد ليه لإن ده يعني يعني أنا قلت في الإعلام وهرد في الإعلام برضو بالفعل حصل الكلام ده وقعدت والناس قعدت معايا طلبت مرة واثنين وطلبت من وعلى فكرة جوزيبي اتكلم مش برتغالي عشان فيه ناس علاقت إن إن الراجل كلمني بالفعل تليفونيا وشاهد على ده حد الصديق لي كان لسه متجوز باريكله فرحه والراجل كلمني وراجل بتكلم إنجليزي عادي يعني يا جماعة إحنا مش جاهل قوي يعني إن إحنا مش نعرف نتكلم هو أكون وكلمك في الفترة إيه ده حديدة أن يبقى كان فيه أكيد عارض سنت رجعتنا نورة ورجعتنا طبعا زمن الفن والرياضة الجميلة واللعب الجميل وافتكرت وانت بكلمة لكابتن الجوهري يمكن النهاردة لا الحم طبعا زكرى وفاته ويمكن فريل الإعداد مشكورا محضر له آآ كليب كده جميل خلينا نروح معاه نحي ذكرى كابتن مصر وكابتن طبعا نادل أهلي ومدرب الفرق كتير مع منتخب مصر كابتن محمود الجوهري ونرجع نكمل معاك برا موسيقى طبعا يعني طراث الرياضة المصرية كابتن محمود الجوهري انت اشتغلت معايا لعبت معايا أعتقد بالفعل ده كان أول هو أنا حابة أقول كلمة يمكن العظم لله طبعا في الأول في الأخير بس ده عظيم بجد صحيح يعني جد في التدريب وفي شغله كان أنا كان ليه شرف كبير قوي اللي أنا بتشرف به إن أنا اتمرنت تحت إيد الكابتن جوهري وأول مدير فني ضمن المنتخب مصر كان الكابتن جوهري وأول كاس أمه أفريقية ليه في تاريخي كانت مع الكابتن جوهري في مالي ويمكن الجهاز اللي كان معاه في الفترة دي ممكن يكون كان بنسبة كبيرة ما عندوش قناعة أنه هو ياخدني هو الأثر كان مدير فني وقال لهم ده هيبقى مفاجئتي في البطولة وهيعمل ماتشات كويسة وده عنده روح قتلاية عالية جدا وإن كان هم كان هم الجهاز بيتكلموا في حتة إن طرق جسمه صغير شوية وإحنا رايحين نحتكب بالأفارقة وكاميرون ومش كاميرون كان ساعتها بيلبسوا الحاجات القط والحاجات دي كاميرون عندي أنت بهدلت سنج أيام تردل اللي روحت وقده جوه وداخل إيه ده تزمين يا صغير فكبتن جوهري عنده نظرة طبعا لا 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 البس المدرب الوحيد اللي كان سابق عصره بكتير قوي 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 يعني منه هو يعني من قبلية أنا بكتير والرجل من زمان يعني وهو سابق عصره في شغله أنا لما اتمرنت مع كابتن جوهري لقيت مدرب بيقرأ بيقرأ وبيفكر هو هيشتغل إزاي في الماتش وبيطبق ده في التمرين الأول ودي قليلين أو المدربين اللي أنا شفتهم بيعملوا كده انت بتبني انت بتشتغل الماتش الجاي هتلعب مثلا سيم من الفرق زامبيا كاميرون كذا بتشتغل على الخصم اللي قدامك وبتحفظ لعبتك في التمرين إزاي هنلعب وشغل التمرين كله بطريقة اللي انت هتلعب بها قدام الفرق اللي انت هتلعب ده كان حاجة كان حاجة وعشان تختار مدير فني تاني بقى المنتخب دلوقتي ما انت عملت ودينا وانا مش معاك المنتخب الوطني اعتقد شئ مساه واسامي مرشحة واسامي تنزل تتسوى إعلاميا واسامي تحط لها حروف بس فاندعقاحة تحديدا كابتن احمد شوير كتب على تويتر ان هو مدير بالمتخب الوطني من سبع حروف روحت انا مسك الخمس اسامي لكابتن حسام حسام ورحت الناس مشتغل على ده وقالت ان هو كابتن حسام حسام ممكن يكون المرشح حبل عن التوقعات ولكن هاخد اراء مختصص كابتن طرق السيد مين الممكن يكون مدير فني المتخب مرشح لا مين دي ما هو من هو كتنظرك طبعا الاختيار ليه احنا بن عارف ايه انت كل اسبوع اسم بيتسوق بشكل غريب يعني يعني من اسبوع كان نهائي كابتن حسن شحاتي من ثلاثة ايام الكابتن اهب جلال بس دي ما كانش تسويق ده دي كانت اختلاف وجهات النظر في اتحاد الكور ما هو ما هو بص ان الاسم يترمي او اسم يترمي لمدة ثلاثة اربعة ايام هو يشوفه الاجواء ايه وتشاف الدنيا ايه انا باعتبر ده جس نبض الموضوع مش صعب الموضوع سهل جدا 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 لازم يبقى عندك جرأة في اختيار الاسم واختار واخد قرار انا فاكر ان فترة الكابتن حسن شحاتي لما اختر اول مرة كابتن حسن شحاتي ما كانش لسه اشتغل لاهل والزمالك ولا فرق كبيرة اول كان عمل انجازات مع الماولين اه يعني يعني كان وبيلعب مع الماولين درجة تانية اه صحيح وخد بها كاس مصر لا من الاهلي من الاهلي وخد كاس سوبر من الزمالك صحيح وبعد كده سعد بالفرقة الماولين وجيك كابتن حسام عبد منعم خد قرار حسن شحاتي وكانت بالنسبة له فترة انتقالية من أجواء مختلفة اعتقدة كابتن طاري والله ما فيه دا احنا كنا دخلين على كاس ام افريقيا جرأت القرار دلوقتي ان انا هاخد يالله هو ده اللي انا عايزه اعتقد مش موجودة في اتحاد الكورد لوقتي والظروف لجنة مشكلة بص هي نفس الظروف بالزبط بتاع كابتن عصام عبد منعم على فكرة كانت برضو لجنة مشكلة وكان اتحاد مؤقت وكانت فترة ريبة وكنت داخل على كاس ام افريقيا مصر بتنظامها يعني يمكن الاتحاد ده ما عندوش مشكلة كبيرة ان هو مش داخل على بطولة موجودة في مصر عنده من الوقت ان يقدر اشتغل بس مش من الوقت الكبير لان انت عندك تصفات كاس ام افريقيا في شهر عشر على ما اعتقد فانت برضو لازم تخلي المدير الفني يقدر يبص ويشوف وياخد قرار ويذاكر ويعرف هو يعمل ايه فمهم جدا القرار يبقى بسرعة وانا شايف ان برضو الاتحاد الكرة مشاكل الكرة كتير جدا الله يكون في عونهم مجموعة منظمة جدا ومجموعة محترمة وتمنى ان هم يغيروا خريطة الكرة المصرية وبدأوها انا شايف ان بدايتهم في تغيير خريطة الكرة المصرية هي بتقليص الجماعة العمية للاتحاد الكرة عشان ما تبقاش الموضوع ميتين سبعة وعشرين نادي ومنهم اندية بتساوي الاهل والزمالك وهما اصلا ما عندهمش ملعب يلعب عليهم ويبقى فيها تربيطات وفيها حاجات كتير مش عايزين نروح للملعب ده ده الخلق الخالق يعني الزمالك ولا بيرامدز الموضوع صعب فرقتين كبار انا اتمنى ايه زمالك طبعا طبعا يعني ده كلام ما انما انما فرقة بيرامدز بقى عندها النموذج اللي هو لعبة بطولة صحيح ويجا او مرة توصل الهيئة كاس مصر مش شايف انت ده مش شايف ده في الاداء ما انت عندك النمازج اللي موجودة خدت بطولات قبل كده يعني عندك عبدالله السعيد عندك عمر جابر عندك علي جبر عندك الشناوي الشناوي عندك احمد ايمان منصور ده مترب في ناتزة مالك ومتعود على البطولة من هو صغير اسماء كتير جدا جدا في اللي موجودة في احمد علي خدت بطولات مع الزمالك جون انتوي العيب كبير وفرود خطر جدا اسلام عيسى العيب كوي عندك اسماء كويسة جدا في ناتي بيرامدز الوقت تقلق تخوف عندهم الافريقي التراوري حاجة حاجة محترمة جدا يعني عندك تراوري ده لعيب من افضل الافريقي لجوم مصر حاليا واعتقد ان هو اضافة كبيرة لنادي بيرامدز من ساعة ما جاء نادي بيرامدز انما انما الزمالك يعني خبرة البطولة بقى واعتقد المدير الفني عايزة حقق بطولة بعد ثلاث ماتشات ليه ولا رابع ماتش ليه حقق بطولة الراجل عامل خطوات كويسة جدا بالنسبة لنادزة مالك لعب اربع ثلاث ماتشات او اربع ماتشات لحد اربع ماتشات لحد دلوقتي ما دخلش فيه هدف اربع ماتشات مكسب اربع ماتشات فيه استقرار فني فيه شكل فيه اداة انا شايف نادي زمالك بلعب كرة حلوة انا شايف فيه لمسة واحدة ولمسة لعبة وفيه شغل من ناحية اليمين وشغل من ناحية الشمال فيه فيه حاجة بتتحمي انا شايف تخمة في نادي الزمالك في عدد النجوم ممكن تعمل مشكلة ده ميزة ميزة بس المهم المهم وانا شايفها في الراجل موجودة يوظفهم ازاي امتى لا مش دي بس كمان اه ان هو يقدر يسيطر على دي اه وهو ده بحل وده على شخصات قوي لا وهو ده بحل قطة بدل اه معينش كبالة لعب كبير وعمل اضافة وعمل اضافة لما نزل انما هو ده بيقول للناس ايه انا مش فارق بالنسبة لي اي نجم اللي هيديني هو اللي هيبقى موجود اللي هيلتزم هو اللي هيبقى موجود واعتقد ان الراجل لو نجح في دي ده هيعمل مع نتزة مالك طفرة كبيرة جدا رغم تخمة النجوم دي شايف ان نتزة مالك محتاج اي مراكز لسه اي تدعيم في اي حاجة ولا اللي حاليا مش بنسبة كبيرة يعني اعتقد نتزة مالك عنده استقرار على رغم انه خوفي من حتة الفرود اللي لو لا قدر الله لا قدر الله وربنا يصطرها ان مصطفى محمد ما يجرلوش حاجة الوحيد اللي فيه ريحة فرود كبير مستقبل انا شايفه عمر زاكد تاني وممكن يعدي كمان فربنا يوفاهم ان شاء الله بيزننا عبد عنه الاصابات اعتقد لو المركز ده مصطفى كمل بشكل اللي هو مكمل بي ده مش هنبقى محتاجه والنسبة طبعا زكارة كابتنا عمر زاكي بنقوله طبعا الف سلامة وربنا يطمننا عليه كم ترى السيدنا ورد ووضع انه محتاج حلقات كتيرة شوارد اتكلم معاك من خبراتك وقراءك وصريح بنتكلم كتير صباح لبرد عليك خلاصنا حلقتنا مش هدينا ولكن بكرة حلقة جديدة في نفس المعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر